السلام عليكم لو انت دكتور بتري او طالب في كلية الطب البتري او محب للحيوانات الاليفة او مربي للتواجن او الارانب او حتى اللارجي انيمال يبقى لازم تشترك في قناة يوميات محمد وامنية وكمان قناة محب الله ورسوله لان انا وزوجي تكاتر بيتريين خبرة اكتر من 20 سنة في معظم مجالات الطب البتري وما زلنا اليومين دول مع طلاب الفرقة الاولى والنهاردة ان شاء الله هنكمل عزام الطرف الخلفي للحصان اخذنا اول عدمة في الهيند لينب وكانت اسكوكزي عدمة الحد وتاني عدمة وهي الفيمر عدمة الفغدة والنهاردة ان شاء الله ناخد ثالث عدمة في الطرف الخلفي للهورس وهي التبية اصبة الساك وبيكون ملاصق لها عدمة صغيرة مختزلة اسمها الفيبيولة عدمة الشازية ودلوقتي تعالوا الاول نشوف الدكتور هيقول ايه في السكشن النهاردة هنتكلم عن عدمة التبية ان شاء الله التبية زي ما احنا شايفينها عدمة لونجوبون بالشكل ده اي لونجوبون بيبقى لها باضي ولها بيبقى لها شافت اللي هو في النص ده طيب عدمة التبية دي موجودة فين؟ طيب هي بتبقى البوزيشن بتاعها ازاي بتبقى موجودة بالشكل ده كده بيبقى الوضع بتاعها بالشكل ده يبقى ده لو هنا الراس كده يبقى ده الكرينيال والنحية دي الكودل يبقى هي بتبقى بتاعها كودل بتعمل من فوق طبعا بتعمل هنا مع بتاعت هي زي ما قلنا بتبقى لو شوفنا الشافت بتاعها بيبقى من فوق ببقى واسع وبيبقى دايق من نص وبيرجع بيرجعيوا ساعتاني في بتبقى هي بتبقى سلسية الشكل بتاعها أو في بلاقي لها تلاتة سيرفس وتلاتة بوردر اللي ورا ده الكودال سيرفس وهيبقى ده سيرفس وده وبالتالي لها تلاتة بوردر هيبقى ده الميديل وده اللاترال بوردر واللي قدام ده هيبقى هيبقى كرينيال بوردر هيبقى كرينيال بوردر طيب لو بصنا على سيرفيس. الكودة السيرفيس زي ما احنا شايفين بيبقى عليه لاين واضحة هو بيبقى اوبليك لاين ده بيسميه بيسمي الكودة السيرفيس ده لتلات حاجات. اللي حاجتين اللي فوق ده بسميه بيسميه عشان خاطر بيبقى المصل. وبيبقى تحت بلاقي فيه عشان الفليكسور ديجوتورا وبسميه يبقى ده اللي فوق ده واللي تحت ده اللي اسمهم عن بعض اللي هو بيبقى بليك زي ما احنا شايفين كده. طيب بيبقى ازا ما احنا شايفين هو بيعمل اللي هنا بتبقى عظمة الفيبيولة موجودة هنا بتتحد مع وبيسيب في المنطقة دي. ما بين الفيبيولة وما بين التابية. بلاقي ده بيبقى غالبا كله تحت الجل ساب كوتينس. بيبقى كله ساب كوتينس وبيبقى سموس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب لو جينا بالشكل ده بتعمل لي كريست الواضحة دي بسميها بسميها بتبقى وصلة لحد التلت الاولاني بتاع العظمة. اسمها تيبيال كريست. لو بصينا على بلاقي فيها ايه? بلاقي اتنين بالشكل ده. وبينهم ابياننس دي بسميها انتر كوندولويد ايمنانس. ميديل ولاترال. بلاقي اميديال دائما اعلى من اللاترال في حالة الهورس. زي ما انا شايف كده دي الميديل انتر كوندولويد امينس. بلاقي قدام الايمنانس دي كرينيال وكودا اللي في الفصة دي بسميها انتر كوندولويد فصة. لقدامه اللي ورديات. عشان مجموعة من اللي جيم انت الكروشيت ليجيم انت بتمسك هنا. ولاقي تيبقى عليهم هنا من سكاي. في اتنين دسك هنا عشان خاطر تتوىقم مع السطح بتاع الكوندويلز بتاع 蓋 في اتنين منسقا هنا بلاقي من قدام فيه بروز واضح خالص دا بسميه اللي هو متصل بالتبيال كريست من قدام لو بلاقي على التبيال Syrian في جروف واضح خالص في الميدل بارد بسميه جروف الجروف ده عشان خاطر وميدل باتيرل الريجامنت والاترا والميدل باتيرل الريجامنت بيمسكه على الجنبين من هنا. بلاقي فيه مفصولة عن بجروف واضح خالص بسميه الجروف ده بسميه بيفصل عن وبلاقي الاتنين من وراه مفصولين بالنوتش ده بسميه لان ده عشان النوتش ده بيعد من عنده من هنا بتاع تمام? يبقى ده وانساش ان بتاعت التابية عليها هفست من ناحية اللاترالبارت من هنا عشان خاطر الهد بتاعت الفيبيولة عشان خاطر الهد بتاعت الفيبيولة اللي هي بتمتد لحد نص العظمة او تلتين العظمة عظمة رفيعة تبقى موجودة هنا طبعا تبقى ميتشالا وتعمل انتر اوسس بسمة بينها وبين التابية زي ما قلنا. عظمة التابية اصبت الساق هي لونجبون عظمة طويلة وزيها زي وصف اي لونجبون لها بادي جسم العظمة ولها تو اكستراميتز طرفين البروجزمال اكستراميتز الطرف العلوي والديستل اكستراميتز الطرف السفلي والدكتور بيوضح لي وضعها في الحيوان وبيكون اوبليكلي ميل وديستلي طب اوبليكلي واضحة هي انها ميلة. ايه بقى ديستلي دي? لو جينا نشوف الديفينيشن التعريف بتاع كلمة ديستل البعيد او القاسي ديستل ريفيرز تو سايت لوكيتد اوي فروم زا سنتر اوف زا بادي. يعني ديستل بتشير الى الاتجاه البعيد عن مركز الجسم. عرفتوا ليه بقى واصف التابية انها اوبليكلي اند ديستلي لانها ميلة وكمان امشي اهوه مع بدايتها وانزل لتحت تلاقي العظمة بتبعد عن مركز جسم الحيوان. هات يلا اخوك الصغير وقوله اتبيا طلع البوزيشن بتاحها اوبليكلي اند ديستلي. ولو سألك وقال لك يعني ايه قوله ما تكبر هبقى اعرفك. والديريكشن بتاحها اتجاهها بيكون كودالي اند فينترالي. عرفنا كودالي يعني متاجه ناحية الزقلة. وفنترالي يعني بطني نزلة لتحتها مش دورسالي دورسالي يعني ظهري. يبقى ديريكشن بتاعها التبية قصبة الصاق كودالي اند فينترالي. والبروكزما الاكستراميتي الطرف العلوي بتاع التبية عدمة قصبة الصاق بيعمل مع الديستال الاكستراميتي الطرف السفلي بتاع عدمة الفيمر عدمة الفاغد بيعمله مفصل الربة. ومن قدام بتكون عدمة الباتلة عدمة الرطفة او صابونة الرجبة. ومن تحت بتتمفصل مع الطارسالبون عدم الكعب. وبتكون الطارسالجوينت مفصل الكعب. الشفت بتاع عدمة التبية جسمها من البروكزما البارت الجزء العلوي من جسم العدمة بيكون واسعة. وبيديق في النص وبيرجع يوسعتاني في الديستال الاكستراميتي الطرف السفلي. البروكزما الاكستراميتي بتكون بريزماتيك متشورية الشكل. يعني سلاسية الشكل. لو شفنا الكروس سيكشن بتاعها الكطاع العرضي هنلاقيها سلاسية الشكل. فبالتالي بيكون لها سري سيرفس تلت اوجه وسري بوردر تلت حدود. واللي وراه هو الكودة السيرفس الوجه المتجه ناحية الزيل. وده اللاترال سيرفس. وعرفنا الفرق بين لاترال وميديل. قلنا لو تبص على رجلك. الناحية اللي بص الرجلك دي اسمها ميديل. والناحية اللي بص بصة لجوه. وقلنا لها تلاتة بوردر تلات حدود. ده اللاترال بوردر الحد اللي باص لبرا. وده الميديل بوردر الحد المتجه لجوه. واللي قدام هو الكرينيا البوردر. الحد اللي باص جهة رأس الحيواني. ونبدأ نشرح السيرفس الاوجه الواجه المتاجه نحية الديل بيكون عليه خط واضح بيكون خط ميل او خط منحرف اسمه ببلوتية لين الخط المقبضي وده بيقسم الكودة السيرفس السطح المتاجه نحية الديل لجزئين اللي فوق بيكون triangular area منطقة سلاسية الزوايا بسميه ببلوتية سيرفس السطح المقبضي علشان هنا بتيجي البوبلوتية مسل عضلة المقبض وتحت البوبلوتية للاين خط المقبض بيكون فيه Vertical Muscular Lines خطوط عضلية عمودية علشان الفليكسور ديجيتورا مسل عضلة الثانية الإسبعية وبسميه فليكسور سيرفس السطح الثاني أو السطح القابض يبقى ناخد بالنا دلوقتي بقى فيه بوبلوتية سيرفس سطح المقبض وتحت فيه فليكسور سيرفس السطح القابض وبيفصل بينهم البوبلوتية للاين خط المقبض وبيكون قولنا قبليك مايل ومنحرف عارف طبعا هتعمل ايه دلوقتي هتجيب اخوك الصغير هيعمل حاجتين اول حاجة هيعملها هيعمل لايك ويكتب لي في التعليقات انه عمل لايك علشان بلاقي الفيديو عامل 1000 و 1000 مشاهدة ومش عامل الى 120 لايك تاني حاجة هتقول له الكودة السيرفس الجهة المتجهة للزيل اللي عدم تتبية بتكون سلاسية الشكل وفيها خط اسمه بوبلوتية للاين خط المقبض والجزء اللي فوقه اسمه بوبلوتية السيرفس سطح المقبض واللي تحته اسمه فليكسور سيرفس السطح القابض اللاترال سيرفس السطح المتجه للخارج لبرا هو اللاترال بوردر الحد الخارجي بيكون فوق موجود عدمة الفيبيولا عدمة الشازية بيتحد مع لاترال كوندويل أوف تيبيا وقلنا كوندويل يعني لكمة يبقى نعرف الفيبيولا عدمة الشازية بتتحد مع التيبيا قصبة الساكة وبينهم فراغ وبينهم فراغ اسمه انتر اوسيا سيبيس انتر بينا هو اوسيا سعضمي وسبيس مسافة او فراغ يبقى انتر اوسيا سيبيس مسافة فراغ بين عدمة تيبيا قصبة الساكة والفيبيولا الشازية الميديال سيرفس السطح المتجه اللي جوه بيكون غالبا كله تحت الجلد مباشرة ساب كوتينيس ساب يعني تحت وكوتينيس الجلد يبقى ساب كوتينيس تحت الجلد وبيكون سطح ناعم سموس الكرينيال بوردر السطح المتجه ناحية الرأس بتعمل كريست جزء مرتفع او عرف بسميه تيبيا الكريست ارتفاع قصبة الساك او عرف قصبة الساك وبتنزل توصل لغاية التلت الاولانية من العدمة ونبدأ في البروكزيما الاكستراميتي الطرف العلوي فيه تو كوندويل لقمتين لطرال كوندويل لقمة متجهة لبرة وميديا كوندويل لقمة متجهة لجوه وبينهم بروزين وبروز يعني امينانس فبينهم تو انتر كوندويلويد امينانس بروزين بين اللقمتين واحد ميديا المتجه لجوه وواحد لطرال متجه لبرة ودايما الميديا البروز المتجه لجوه اعلى من البروز المتجه لبرة اعلى من اللطرال في حالة الهرس يبقى البروز العالي ده هو الميديا الانتر كوندويلويد امينانس بروز بين اللقمتين متجه للداخل وبلاقي قدامها قدام البروز ده كرينيال متجه للرأس وقودة لناحية الديل بسميهم انتركنديلويد فصة حفرة بين اللقمتين واحد قدام وواحد ور بيجي هنا مجموعة من الليجامنت الأربطة بتمسك هنا اسمها كروشية الليجامنت الرباط الصليبي عارف لما لعب الكرة في الماتش يقع على رجبته ويقوله الرباط الصليب بتقطع هو ده بقى كروشية الليجامنت وبلاقي التوكن دويلز اللقمتين اللاترال اللي لبرة والميديا اللي لجوه بيكون عليهم منسكس غضروف مفصلي عشان تتوائم مع سطح التمفصل بتاع الكندويل أوفيمر لقمت عدمت الفاغد بيكون موجود لترال مينسكس غضروف مفصلي لبرة وميديا المينسكس غضروف مفصلي لجوه ومن قدام فيه بروز واضح اسمه تبيال تيوبرستي بروز كبير لعدمت قصبة الصق وبيكون متصل بالتبيال كريست عرف قصبة الصق من قدام وفيه على التبيال تيوبرستي البروز الكبير لعدمت قصبة الصق فيه جروف أخدود واضح في الميدل بارت في المنتصف بسميه تبيال جروف أخدود عدمت قصبة الصق ويهل أخدود الجروف ده جروف بميديا باتيلر لجمأن رباط الرده في الأوسط ومتال والاطريب واللترة الباتيلر لجمأن رباط الرده في قل البره وميدل باتيلر لجمأن رباط الرده في قل بيمسكه على الجنبين وفيه تبيال تيو بريستي البروز الكبير لعظم قصبة الساق مفصولة عن اللاترال كوندويل اللقمة اللي لبرة بجروف اخدود واضح بسميه اكس تنسور جروف الاخدود الباسط ده بيفصل اتبيال تيو بريستي عن اللاترال كوندويل وبلقيتو كوندويل لقمتين مفصولين بي نوتش شرق بسميه بوبلوتيال نوتش شق مقبضي لان هنا اهو البوبلوتيال سيرفس سطح المقبض وفوق اهو البوبلوتيال نوتش شق المقبض وبيعدي منه تندون وطر بتاع البوبلوتياس مصل عضلة المقبض والدكتور بيأكد على ان اللاترال كوندويل اللقمة اللي لبرة اللي عظمت اتبيا قصبة الساق عليها فست مش وجه بقى فيس يعني وجه لكن فست وجايه او سطايح صغير ففيه هنا فست على اللاترال بارت اللي برة علشان يتمفصل مع هيد اوف فيبيولا رأس عضمة الشازية والفيبيولا عضمة الشازية بتمتد لغاية نص او تلتين العضمة وهنا بين التبيا عضمة قصبة الساق والفيبيولا عضمة الشازية انتر اوسيا سيسبيس فراغ بين العضمتين زي ما قلنا لو بصينا على بلاي فيها ايه بلاي في اتنين وبليك جروف بينهم وبليك ريتش بسميها الكوكليا عشان خاطر تتمفصل مع عضمة الطلس اللي تحت منها وبلاي على جنبين بتوع الجروف دولة بلاي فيه بروزين همات بسميهم الماليولاس بون ده بسميه الماليولاس وده اللاترال ماليولاس. الماليولاس بيبقى كبير واللاترال بيبقى صغير وبيبقى عليه جروف. مقسوم هوت بجروف. جروف ده عشان خاطر اللاترال ديجوتورم او بيعد من هنا. خلاص? يبقى دي عظمة التبية بتاعة الحصان. طيب وبقى لاقيه على الكودة من فين? بقى ايه? مجرد وراء او تحت البوبلوتيا اللي انا على طول. يبقى ده النوتران تفورامر بتاع العظمة. دي هعرفها يمين من شمال ازاي? اخلي البوبلوتيا السيرفس ده فيوشي بالشكل ده كده لان هو الكودة السيرفس. بخليه فيوشي وبعد كده ابص على الاكسنسور. جروف. لقيته على ايدي الشمال تبقى شمال. لقيته على ناحية اليمين تبقى يمين. بعد ما اخلي البوبلوتيا النوتش والبوبلوتيا السيرفس ده فوش البوبلوتيا الليين يعني او الكودة السيرفس. طبعا هلاقي ده فابيولا ناحية الشمال هبصت على الاكسنسور على طول الاكسنسور ده لقيته ناحية الشمال تبقى العظم الشمال ناحية اليمين تبقى العظم يمين يبقى ديه شمال على طول بالنسبة للدستال اكس تريميتي الطرف السفلي فيه تو اوبليك جروف اهدو دين ميلين بينهم اوبليك ريتج قمة منحرفة او قمة ميلة الاوبليك ريتج دي بسميها كوكلي القوقعة ودي بتتمفصل مع عدمة الطلس الكاحل الموجودة تحتها وعلى جنبين اتنين جروف على جنبين الاتنين اخدود فيه بروز اسمهم الماليولاس المطرقة الكعبية البروز اللي البرا بسميه لاترال ماليولاس المطرقة الكعبية المتجهة للجانب والبروز اللي الجوه بسميه ميديا الماليولاس المطرقة الكعبية المتجهة للداخل الميديا الماليولاس بيكون أكبر من اللاترال ماليولاس اللاترال ماليولاس بيكون مقسوم بجروف أخدود والأخدود ده علشان اللاترال ديجيتال إكسيتين سور تندون الوطر الباسطي الإسبعي الجانبي وعلى الكودة السيرفس الجهة المتجهة ناحية الديل بيكون عليه نيوتران تفريه من سجب التغذية والسجب ده بيكون مباشرة تحت البوبلوتيا اللاين خط الملبض والسؤال المشهور العظمة ديه يمين ولا شمال بخلي البوبلوتيا السيرفس سطح المقبض في وشي اللي فيه البوبلوتيا اللاين خط المقبض وببص على الإكسيتين سور جروف الإخدود الباسط لو لقيت الإكسيتين سور جروف على الشمال يبقى العظمة ديه شمال لقيت الإكسيتين سور جروف يمين يبقى العظمة ديه يمين يبقى ببساطة بعرف العظمة ديه يمين ولا شمال بخلي السطح اللي فيه الخط المارر عليه دهو ميل بخليه لوشي والعلامة عندي هي الاغدود الكبير الاكستينسور جروف لقيت الاغدود ده يمين يبقى العظمة يمين لقيته شمال تبقى العظمة شمائلة والعظمة دي كده تبقى شمائلة عندي بتاعة الاكس قادي بتاعة الاكس هيت بكرم بثلاث حاجات ابص فوق على التيبيالتوبريست على طول ابص على التيبيالتوبريستي بلاقي في حالة الهورس زي ما احنا عارفين بيبقى فيها جروف عشان خاطر بالشكل ده كده لكن هنا تيبيالتوبريستي طبعا بيبقى وما فيهوش جروف ما بقاش فيه جروف ميدل جروف زي بتاعة الهورس طيب لو بصينا على الكودة السيرفس بلاقي فيه ايه بلاقي هنا فيه قلنا ببلاقي ده موجود في الاكس بلاقي فيه بس هي اللي موجودة فبالتالي وصل الحد فوق والسطح مش مقسوم لتراي انجولار وفليكسور سيرفز زي بتاع الحصان نتيجة ان ما فيش بوبلوتيال لاين واضح فبالتالي كل دي اسمها ماسكورال لاين وبتوصل لحد البروكسومالكستراميتي وما فيش التراي انجولار ايليا اللي موجودة في الحصان طب لو بصينا على الديستالكستراميتي ده لقي فيها ايه عادي الديستالكستراميتي بالشكل ده كده واضح خالص ان ده زي ما قلنا بيبقى اوبليك الكوكليا دي بتبقى اوبليك هنا اثنين جروف وبينهم بس هنا ما بتبقاش واضحة زي الحصان وفي نفس الوقت بتبقى فيه الفصة واضحة حقية هذه بتبقى فيها الفصة الموجودة هنا في المنطقة دي واخد بالك ان هنا بيبقى مع العظمة هنا هي المفلغة واللترالو ماليولاس ما بتبقاش موجودة في العظمة الاوكس فايليكسورتها ببقى مع عظمة فبالتالي لها على الدستالكستراميتي بتاعت التبbeit بالشكل ده. هنا دي هي فيوز او جزء من عظمة التبية. لكن هنا مش الماليولاس مش موجودة الماليولاس مش موجودة فبالتالي لها فاسد هنا بلاقي اتنين فاسد ما بينهم برضو. جروب عشان خاطر ولاقي اللي قدام دي الكرينيالو دي الكودال. الاتنين مش قد بعض. الكرينيالو بتبقى صغيرة والكودال فاسد بتبقى كبيرة. انا اخد بالنا عشان في حالة الكامل الكامل بيبقى زي الاكس بالضبط ما عادة حكتين اتنين. الاتنين فاسد دولت بتوع الماليولاربون بيبقى قد بعض تقريبا. دي قد دي كرينيال وبيبقى ما بينهم اتصال واضح. وبيبقى في الكامل ما فيش دي بيبقى في البوبلوتيا اللاين بس. يبقى الكامل زي الاكس معادة دي بتاعت الاكس. معادة يبقى فيه هنا في الكامل ما فيش الماسقللا ومن تحت بلاقي زي ما قلنا بتاع الماليولاربون بيبقوا لاتنين دولار ادى بعض الكرينيال ادى الكودل. طب لو حبينا نشوف بتاع الصغيرين السمول رومنانت. السمول رومنانت زي اللرج بالزبط. بس بلاقي ان الكودل سيرفس ملها. الكودل سيرفس بلاقي فيه واحد. اهو صغير ده. واحد بس. ماسكولول لاين. ما بيبقاش كتير. عددهم بيبقوا لاي. النيوتران تفورمين بيبقى رايح ناحية الميديا البوردر. آآ ناحية اللاترال بوردر. بالشكل ده كده. بيبقاش الميديا الاعلى من اللاترال زي الهورس والاوكس. لو بصنا تحت بيبقى فيه ايه برضو اتنين جروف. ساجتال بينهم ساجتال ريج. وبيبقى فيه فاسة واضحة خالص. عشان خاطر الماليو الاربون ويبقوا لاتنين تقريبا ادى بعض. نبدأ في الكمبراتف. المقارنات. اول حاجة التبية اوف اوكس. عدمة قصبة الصغ في الصور. كانت التبية التيوبريستي. البروز الكبير الموجود في عدمة قصبة الصاق للهورس الحصان. كان فيها جروف اخدود. لكن في التبية التيوبريستي في الاوكس هنا كبير ومش فيه جروف اخدود. زي ما كان فيه جروف في الهورس. هنبص على الكودة السيرفس الجهة المتجهة ناحية الديل في الحصان. كان فيه بوبلوتية اللاين خط المقبض. الخط ده مش موجود فيه الاوكس الطور. ولا فيه الروميننت المكترات. لكن في الاوكس فيه مكان البوبلوتية اللاين ماسكولار لاينز خطوط عضلية. بس هي اللي موجودة ووصلها لغاية فوق. والسطحة مش مقسوم لترايانجولار سيرفس. سطحة مسلس وفليكسور سيرفس. سطحة قابض. زي ما كان في الحصان. ولو بصينا على الديستال اكستريمتي. الطرف السفلي. اه ده الاوكس والهورس. فيه الحصان قلنا اوبليك انحراف وميل. لكن في الاوكس تو جروف ساجتل. وساجتل يعني سهمي. يعني بارا ميديان. يعني خط موازي اللي خط المنتصف. يبقى الاوكس فيه تو جروف ساجتل. وبينهم ساجتل ريتج قمة سهمية. لكن الريتج القمة دي مش مرتفعة. زي ما كان فيه الحصان. وفيه الاؤكس سينوفيا الفصة. حفرة آآ زولالية. وفي الحصان كان الاترال أندي ميديا الماليولاس بون. بيكونوا فيوزد ملتحمين معه. لكن في الاوكس الميديا الماليولاس. المطرقة الكعبية اللي الجوة هي اللي فيوزد ملتحمة مع العدمة. والاوكس ما عندوش lateral maliolus متركة جانبية بتكون موجودة مع عدمة الفابيولة عدمة الشازية فبالتالي لها articular surface سطحة مفصولية على distal extremity الطرف السفلي بتاع عدمة التبية عدمة قصبة الساق هنا اهاف الحصان lateral maliolus المتركة الكعبية الجانبية في يوز ملتحمة مع التبية لكن في الاكس lateral maliolus المتركة الكعبية الجانبية مش موجودة فبالتالي لها تو فاسد سطايح صغير او وجيه صغير والتنين فاسد الوجهين دول بينهم جروف اغدود علشان اللترال ديجيتال اكس تين سورتين دون الوطر الباصد الاسبعي الجانبي والتنين فاسد عبارة عن كرين الفاسد وجيه او سطايح تصغير لسطحة سطايحة متجه ناحية الرأس وبيكون اصغر من الكودة الفاسد الوجيه المتجه للزيل طابلا وجينا للتبيا اوف كامل اصبت الساكل الجمل زي الاكس بالزبط زي عدمة الطور بالزبط ما عادة حكتين اتنين اللي اتنين فاسد السطحين دول بتوع الماليولاسبون عظام مطرقة الكعب بيكونوا تقريبا قد بعض الكرينيال الجزء المتجه ناحية الرأس بيكون قد الكودة الجزء المتجه ناحية الديل وبيكون بينهم اتصال واضح وبيكون الكودة السيرفس الوجيه المتجه ناحية الديل مفيش ماسكولر لاين الخطوط العضلية لكن فيه بوبلوتية لاين خط المقبط نشوف في حالة المقطرات الصغيرة قلنا المقطرات الكبيرة زي الاكس الطور بالزبط فيه كل حاجة ولكن بصورة مصغرة ادى الكودة السيرفس فيه الماسكولر لاينز الخطوط العضلية عددهم قليل مش كتير والنيوترانت فوريمن سوك بالتغذية رايح ناحية اللاترال بوردر حد المتجه للخارج والاتنين انتر كونديلويد ايمينانس الارتفاع بين اللقمة في نفس المستوى The same level زي ماديل اللي الجوة مش اعلى من اللاترال اللي البار زي ما كان في الاوكس والهورس وفيه الديستال اكسترميتي الطرف السفلي تو ساجة الجروف اخدوا دين ساهميين بينهم ساجة الريج ارتفاع ساهمي وفيه فاست وجايها علشان الماليولاس سابون عظام مطرقة الكعب وبيكونوا اللي اتنين قد بعض بتاعة الدج بتاعة الدج بتبقى سجمويد في الشيب بتاحها بتعمللي اتنين شايفين كرفيتشار فوق كرفيتشار تحت بتبقى عاملة اتنين كرفيتشار بتبقى او سجمويد في الشيب بالشكل ده كده ده واللاترال بيبقى عاملة بلاقي برضو زي بالزبط بلاقي من وراء ما فيش واضحة زي برضو بيبقى الببولوت يلا يانو واضح هوت زي في حالة الاسم الرومينات اه فرقهم الاتنين عن بعض ازاي? مدام الاتنين دي ودي اس شيف تقريبا. هفرقهم بقى اهم حاجة عندي في الديسطل اكسترميتي. لو بصنا هنا في الديسطل اكسترميتي بلاي ايه? عشان اميز. بلاي ان هنا دي هما الاتنين مش في حالة ما بتبقاش ما بتبقاش واضحة بتبقاش الو. ما بتبقاش واضحة زي بتاعت الاسم الرومينات. في نفس الوقت شايف فيه عندي ها? اتنين عشان خاطر عشان خاطر هنا مفيش يعني او ده مالوش الجانب النحية دي مالوش ها? او مالوش بوردر لان بتبقى ماسكة في الفيبيولة. بتبقى جزء من الفيبيولة بتبقى في الفيبيولة بتبقى او بتعمل تمافصل هنا مع العظمى عشان كده مفيش فاسد واضحة زي بتاعة بالشكل ده. ماشي شباب? يبقى ده اهم حاجة ولاقي ان دي بتبقى واضحة خالص تحت مستوى تمام? يبقى اهم حاجة من تحت عشان اميز عن الفاسد بتاعة لو هي واضحة بالشكل ده تبقى ده لو هي مش واضحة مش موجودة او مش بينة تبقى ديت الدب طيب بتاعة البيج بكل بساطة بتبقى هي عظمة شورت بتبقى شورت وبتبقى ستاوت ستاوت يعني عظمة بدينة او عظمة جامدة يعني بتبقى هي صغيرة ولكن بتبقى ماسيف او ستاوت بيبقى الكودة بتاعها بيبقى كله سموس مفيش ماسكولر لاين واضح ولا فيه اصلا ببلوتيال لاين واضح بيبقى الاتنين اميننس اد بعض لكن لو حاجة بقت عالية تبقى اللاترال هي الاعلى من الميديا لعكس الحيوانات التانية كلها يبقى اللاترال هي الاعلى من الميديا لانتر كوندولويد اميننس بلاقي ان الفيبيولا موجودة هيئة بتبقى وصلة لحد تحت واخدى الانتار لينس بتاع التيبية كلها وبتعمل لي بالشكل ده وبتبقى الماليولاربون بتاعتها منفصلة بتاعت الفيبيولا بتبقى منفصلة برضو لها فاسة بعيدة او بتعمل تمفصل مع ولاقي اتنين برضو ما بينهم وبلاقي ان هنا فقى عليها جروف يبقى كل الحيوانات مفيش جروف في الا في الهورس يبقى الهورس والبيج عليه واضح خالص اللي هو ده موجود كمان في يبقى دي التبية بتاعت دي التبية بتاعت الاسم الرومانت دي التبية بتاعت الدج شكل ده دي التبية بتاعت الاكواين او الدونكي ودي التبية بتاعت اللارج رومانت وهنا عدمة التبية قصبت الساق للدج وهي لها شكل ملتوي لها تو كيرفيتشار انحناءين كيرفيتشار فوق انحناء لفوق وكيرفيتشار لتحت وهي سيجمويد انشيب شكل ملتوي او اس شيب والميديال سيرفس السطح المتجه للداخل بيكون كونفيكس محدب في البروجزمال اكستريمتي الطرف العلوي واللاترال سيرفس الوجه المتجه للخارج كونفيكس محدب في دستال اكستريمتي طرف السفلي وفيه برضو تو انتركون ديولويد امينانس البروزين بين اللقمتين بيكونوا قد بعض زي اللسمور رومانت المقترات الصغيرة بالزبط ومن ورا ما فيش ماسكولار لاينز خطوط عضلية لكن فيه بوبلوتيل لاين خط المقبض زي في اللسمور رومانت المقترات الصغيرة هفرق اللسمور رومانت المقترات الصغيرة من الدج ازاي دلوقتي هتلغبط الاتنين صغيرين والسمور رومانت كيرفت فيها نحناء والدج اس شيب ففيه تشبه كبير فهبص على الديستال اكستريمتي الطرف السفلي هلاقي الاتنين ساجتال ريج يعني اللقمة السهمية بارا ميديل بجانب خط المنتصف مش اوبليك مش ميلة ده في السمور رومانت لكن في الدج الساجتال ريج مش واضحة بتكون شالو دقيلة مش بتكون واضحة زي اللسمور رومانت المقترات الصغيرة وفي الاسمور رومانت بلاقي توق ارتيكولر سيرفس وجينت مفصليين كرينيا الوقودة لعشان اللاترال ماليولاس بون عدم المتركة الكعبية الجانبية لكن في الدج مفيش لاترال جروف الهدود الجانبية ملوش حدود واضح والماليولار بون عدم الكعب بتكون مسكة في الفابيولا والميديا الماليولاس المتركة اللي الجوه بروجيكت ديستال برزة لأسفل تحت مستوى ديستال اكس تريميتي يبقى اهم حاجة نميز بها عندنا الاسمور رومانت المقترات الصغيرة الفاسد اوف ماليولاس بون وجايها عظم مطرقة الكعب واضحة وكبيرة تبقى الاسمور رومانت لقيتها مش واضحة ومش موجودة يبقى دج نشوف البيج الخنزير هي عظمة شورت قصيرة وبتكون ماسيف ضخمة بالرغم انها شورت الكودة السيرفس الجهة المتجهة ناحية الديل بيكون كله سموس ناعم مفيش عليه ماسكولر لاين خطوط عضلية واضحة ومفيش كمان بوبلوتية لاين خط مقبض واضح البروجزم الاكس تريمتي الطرف العلوي بلاقي تو امينانس البروزين قد بعض ولو فيه بروز عالي هيكون اللاترال البروز اللي البرة هو الاعلى من الميديال البروز اللي الجوه عكس كل الحيوانات يبقى لاترال انتر كونديلويد امينانس البروز بين اللقمتين الجانبي هي اللي اكبر من الميديال انتر كونديلويد امينانس وعدمة الفيبيولا الشازية موجودة هيه ووصلة لغاية تحت وغدة انتاير لينز كل طول التبية وبتعمل ويد انتر اوسيا سيس بيس فراغ كبير بين العدمتين واللاتر الماليولاس المطرقة الكعبية الجانبية بتاع الفيبيولا الشازية بتكون متمفصلة وتعمل تمفصل مع الديستال اكس تريمتي الطرف السفلي وبرده الديستال اكس تريمتي عبارة عن تو ساجد الجروف اخدودين سحميين بينهم ساجد الريج بروز سحمي وتيبيول تيوبرستي البروز على عدمت قصبة الصق في الطرف الهلوي عليها جروف وغدود كل الحيوانات مفيش جروف وغدود فيه تبيول تيوبرستي البروز على الطرف العلوي لقصبة الصق في كل الحيوانات ما عادى فيه الهورس هو البيج فيه تبية الجروف ودود واضح جدا يبقى دي تبية عظمة قصبة الساق بتاع البج دي تبية بتاع المقترات الصغيرة ودي تبية ودي تبية ودي تبية ودي تبية المقترات الكبيرة ودي تبية عن تفابيولا لكائن غريب اللي يعرف اسم الكائن ده يكتب لي في التعليقات وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي فهم اي حاجة يعمل لايك واللي ما فهمش اي حاجة يعمل ديس لايك وان شاء الله الحلقة اللي جاية تكون اخر محاضرة للامبريولوجي وهنزل الفيديو على قناتنا التانية قناة محب الله ورسوله واللي ما وصلش لسه للينك القناة هسيبها لكو كالعادة في التعليق المثبت ان شاء الله اتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته